السلام وعليكم الإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي باريش دائما فيما يخص قضية صحراء المغربية قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم قنصلية المغرب بالنواذيبو موريتانيا كتدخل قنصل المغرب سيد صلاح الدين بو الحروز كيتدخل في حق الشاحنات المغربية اللي تم الاعتداء عليهم في موريتانيا وكيتعرفوا بالأمس من واحدة حادث اللي طلبوا منه واحدة حادث كبير من أصحاب الشاحنات النقل الدولي في موريتانيا تكلم علي وطالبوا المساعدة والدعم من الشعب المغريبي وحتى من المسؤولين فواحد المجموعة من الأشخاص اللي عندهم شاحنات في موريتانيا منهم موريتانيين ومنهم ماليين ومنهم عناصر البويزاريو واللي كيخدموا حتى من في النقل الداخل الموريتانيا اعتارضوا ورفضوا تواجد أصحاب الشاحنات والشركات المغربية مزاولة مهام النقل في موريتانيا النقل الدولي علاش هاتشي وراه البارح كنت نفسر لكم نقدروا نشرح لكم باختصار أصحاب الشاحنات في موريتانيا وفي المغرب عندهم شاحنات كبيرة وكيزاولوا مهام النقل الدولي للسلاع والأغراض والمنتاجات وما إلى غير ذلك من المغرب موريتانيا من المغرب أوروبا من الموريتانيا بوركينافاس ومن الموريتانيا مع المهم بحركة ناشيطة لأصحاب الشاحنات للمغربية للموريتانيا هذو أصحاب الشاحنات المغربية بعد أن يشتغل في نقل السمك من النواديبو من النواكشوت إلى باقي دول العالم بالأخص الدول الأفريقية إلى مالي إلى تشاد إلى بوركينافاسو إلى عادة كبيرة هي من الدول وهذو التجار والمستهلكين هذا تفرض عليهم المصالح الصحية أن أصحاب الشاحنات تكون كنت تطلب فيهم معايير الصحية لنقل السمك بمعنى أن الشاحنات اللي كنت نقل السمك لابد دوما ضروري يكون في الفريقو فريقو متطور لأنه مثلا تغتنقل السمك من نواديبو ولا من النواكشوت إلى البينين ولا بوركينافاسو ولا مالي ولا تشاد ولا حتى الكوضي فور ولا أي دولة كانت في العالم لازم هذا الشاحنة يكون فيه هذو الفريقو المتطور اللي أنت غاديب السمك أربع أيام خمسية ما لازم هذا السمك يحافظ على الجودة تاعه ما يبكرش أنت غا تنمشي بشاحنة تقليدية فيه فريقو قديم ولا فريقو خاسر ولا الفريقو مكنش كيفاش غاوصل هذو السمك قد السمك يخسر غا تكون المضرة تاعه وكتر من المنفعة اللي فيه بالتالي هذو تجار السمك والمستهلكين عادوا يعتمدوا بالدرجة اللولى على أصحاب الشاحنات والشركات المغربية علاش لأنهم عندوا خبرة في الميدان والشاحنة التاعهم كتتوفر فيها معايير صحية اللي هو فريقو فريقو حديث ما يخسر لسمك رغم أنه يمشي حتى ثماني يام عشر يام ما يطرع لوالو هذو فريقو وتاعهم توفر فيهم المعايير الصحية لنقل هذي الأسماك لعشر يام تمنيين مهما طالت المدة الزمنية وبالتالي هذو أصحاب الشاحنات اللي في الموليتانية تضروا تضروا طبعا الحال من المنافسة الشريفة المغربية فقروا على أنهم يعدلوا واحد الوقفة ومظاهرة من اللي ينظموا هذو وقفة وداروا لافتات استدعوا أصحاب الشاحنات المغربية وقفوا معهم حتى هو ما يحضروا معهم أصحاب الشاحنات المغربية يقولوا احنا ما عندنا مشكل نوقف معاكم مهما أنكم أنتموا أصحاب الشاحنات وإحنا أصحاب الشاحنات وعدنا وظيفة وحدة وعمل واحد وإحنا خط نوقف معاكم طبعا لكن هذي أصحاب الشاحنات المغربية استفسروا على سبب الوقفة ولا سبب هذا المضاهر ولا هذا الاحتجاج جاءوا عندهم جمروا هو هذا الاحتجاج وهذا الوقفة وهذا المطالبة ضد الشاحنات المغربية وأنه هذي الأشخاص يزولوا هذه المهمة وهذه الأشغال ومهمة النقل للسمك داخل الموريتانيا معتاردين ورافضين وجود الشاحنات المغربية والشركات المغربية النقل الدولي الداخل الموريتانيا هذو أصحاب الشاحيات المغربية ما نشاوه معطاهم مش قيبة هذو أصحاب الشاحيات الأخرية الموريتانيين والبوليزاري وهذا الأزواضيين والموريتانيين نشاوه تهجموا على بعض منهم ضربوهم اعتادوا عليهم تدخل فعلا الدرك الموريتاني وقاتل قادية لهكذا البارح قنصل المغرب في النواذيبو سيد صلاح الدين بول حروج استدعى بعض منهم يجي يحضر في القنصلية وهذا في طبع الحال عمل محسوب لهذا القنصل كنشكروه جزيل الشكر بصفتي مواطن مغربي والنيابة على أصحاب الشاحنات اللي شكروا فعلا لأنه تدخل واستدعاهم باش يتكلم معهم مطولا وفكرهم المشاكيل تاعهم وهذا بطبع الحال محسوب لهذا القنصل انا بدوره مغربي كنشكروه جزيل الشكر كما على انه تواصلت برسائل بقناع صحاب الشاحنات شكروه وقالوا له انه انسان خدام وقاد بالمهمتاه وانا نزيدكم واحد النقطة اللي يتكلم عنها لعدة مرات عائد كبير من احنا المغاربة كيعتقدوك ايضا على ان مهمة القنصل هي قنصل مهمة سهلة وبسيطة عائد كبير منك يعتقد على انه القنصل لا يوقع الوراق يكاشي الوراق يطبع الوراق اعطي انت لك ارتنسونال اعطي انت حالة مدنية اعطي انت واتقال لا هذا غلط القنصل ومنصب القنصل ولا مهمة القنصل واحدة من اصعب المهام على الاطلاق خصوصا الى كان قنصل كيتواجد في منطقة او دولة معادية للمغرب ولا كان في مدينة او منطقة كتعرف تواجد اكبر عدد من الاعداء سواء جزائي غييف سواء البولوزورا او جنو افريقيا اللي اليوم هي عادة هناك يكون مهمة القنصل صعب وصعب جدا لانه عائد كبير منك يعتقد انه مهمة القنصل هو كاش الوراق طبع الوراق عطي انت حالة مدنية عطي انت نالك لان حاله شي غلط مهمة القنصل مهمة صعبة وصعبة جدا بالاخص الى كان القنصلية كيتواجد على عقل البوليزاريو في ال� Hence Pacien dictウاجده عند البوليزاريو اي فعلان موريتانيا ولكن اكبر تجمع لاناصر البوليزاريو كيتواجد في موريتانيا زيادة على هداك المسئولين موريتانيين في الظلم واضيبوا موالون البوليزاريو على سبيل المثال قاسم ود البلال عمدة النواضيبو راه كيدافع وكيناصر وكيهاجم المغرب جهرا وكيقول لأنه المغرب احتلال والمغرب محتل للصحراء والمغاربة يخدم المخابر مهم عنده هاد العقلية هاد قاسم ود البلال عيش في هاد العقلية اللي هي عقلية جزائرية مع العلم على أنه من أصول مغربية فقونسول المغرب والذات قونسولية المغرب في النواضيبو هي مهام حساس وحساس جدا ومهام صعب في ظل تواجد أكبر عدد من عناصر بوليزاريو في موريتانيا في النواضيبو زيادة على هاد هذه النواضيبو كتعتبر معقل من أكبر معاقل بوليزاريو في العالم ثم كذلك هذه قونسولية المغرب كتعرف حركات قريبا يومية تواجد مخابرات الجزائر تواجد عناصر بوليزاريو تواجد مبسين تواجد أخوانا عاد كبير اليوم يوميا يستقبلوه بغير يدخل المغرب عاد كبير منهم يجي تهجب على المغرب عاد كبير منهم جاي حاقد على المغرب عاد كبير منهم مذكرش ديك القونسولية تشتت تفركز هاد قونسولية المغرب بالضبط في النواضيبو خطيرة وخطيرة جدا حد اللي اعطاها التساع وعاون هاد القونسول رهم زيان حد الى حاول يساعد القونسول صلاح الدين بول حروز او الموضافي القونسوليو كان مغربي رح حقق انجاز لانو الناس في هاد القونسولية معروف ومعلوم على انو معليهم ضغط رحي في جميع المجالات وانو حد اللي يشتغل قونسول في النواضيبو رح يشتغل في مهام صعب وصعب جدا رغم كل هذا الضغط رغم كل هذا الضغط الشديد قونسول المغرب في النواضيبو استلعى اصحاب الشاحنات وقال لهم يحضروا معي اليوم يجوا عندهم يحكولوا وهمهمو الأمور اللي يتعرضوا لها شو الاجراءات اللي اغا تاخد ضد الاشخاص اللي اعتدوا على اصحاب الشاحنات يدعمهم معناويا يقول لهم انا واقف معاكم انا معاكم انا كان خدمكم مرحبا بكم اذا هذا القونسول قام بالمهام تاعه على احسن وجه على الاقل هو كاعتمر عمل او دعم معناوي زيادة على هذا سبع لا فعل لانو دارك الموريتاني تدخل في حق عناصر هادو اصحاب الشاحنات اللي في الموريتانية واللي تنجموه ضربوا بعض الشاحنات المغربية حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم